شايف حضرتك القطع دي ايوا القطع اللي انا بيسها بالمسطرة دي هي دي المصنع بتاعك طيب هتجيبها منين دي حضرتك لو سألت في اي محل بتاع دكورات او اي محل بتاع حجر فرعوني او حجر طبيع حيبعتها لها هدها لك طب معرفتش توصل لها كلمني على الواتس وانا بعتها لك شحن وعلى حساب كمان بس فكرة المشروع ده ما تعدش ديها واحدة في الفيديو لما تتفرج على الفيديو للاخر علشان باذن الله تستفيد وبحاجات بسيطة جدا جدا بمئتين جين هتقدر تفتح المشروع ده وتعمل المشروع ده اول حاجة بنجيب معانا اللي هي القطعة دي دي قطعة حجر فرعوني بتبدأ ان انت تجيب الضبل فيس لازل الضبل فيس ده بيكون موجود في اي مكتبة بتجيب البكرة دي وبتبدأ ان انت تلزأ الشكل ده طيب انا دلوقتي ما عنديش الفلين ده اللي انا بشتغل به مش مشكلة خالص ممكن تستبدله بخشب ما عندكش قطع خشب ممكن تستبدله بالكارتون ولكن الكارتون هتعزله من الداخل بالش كارتون اللي هو السولوتيب اللي هو الشفاف حطيلك صورته دلوقتي وبعد كده بتبدأ تعمل البرواز اللي هنشوفه دلوقتي طبعا يا جماعة مش هوصيكم ان احنا هنصلى على حبيبة حبيبكم صلى الله عليه وسلم في الكومنتات وندعي لأخواتنا فلسطين ربنا ينصرهم بإذن الله عجلا وليس عجلا مهم جدا لو حضرتك واقف على اي حاجة هتسيب لي كومنتو وانا برد على التعليقات على طول حتى لو اتخرت شوية فمعليش عذروني بيكون ضغط شغل مش اكتر ولكن ما فيش كومنتو بيعد اللي ما برد عليه اهوت ببدأ بعد كده ان انا الزق دي في الجزء اللي انا عملته ده طبعا زي ما قلت ممكن قطعة خشب او قطعة كارتون وتمام يعني ما تقفش على اي حاجة خالص انت بتسيب من اللجناب حوالي سنتو سنتو نص يفضل سنتو نص في اللجناب علشان قاطر يبقى القلب معك مصبوط ومية مية اهوت ببدأ ان انا اسبت البرواز بتاعي بالضبل فيس وممكن ازوده بالشامعة من تحت شوية علشان يمسك معه يبقى تمام التمام بعد كده يا غالي بتعزل بقى اي حاجة بيزيل طعام بصابون سايل بفزلين بورنش بتاعها حزيها اي حاجة عندك بتعزل بها عزل مرة واحدة وخلاص العزل بيكون بسيط ومش كتير يعني هي مرة واحدة بتعزل كويس وشكرا على كده بتعزل اللجناب وبتعزل كمان القطعة اللي احنا هنشتغل عليها بعد كده بتجيب معاك شوية مية بتحط عليهم اللي هو الصابون السايل المراحة بتركز بتجيب طبعا اكسي بلاش تجيب بريلة عشان مقطعة وبتبدأ ان انت تقلبه بشكل كويس اهوض بنقلب بشكل كويس الاول بعد كده بنبدأ نستخدم معنا يا جماعة اللي هو السيليكون العادي مش السيليكون العظم السيليكون العادي ده الانبوبة بتعمل خمسة وخمسين او ستين جنيه احنا بنستخدم انبوبة واحدة او انبوبة ونص حضرتك هاته انبوبتين بيعملوا معاك حوالي مية وعشرين جنيه بفض اول انبوبة وببدأ بعد كده ان انا اشتغل بيها طيب فايدة الصابون السايل يا جماعة فايدة الصابون السايل ان هو بيخلي القطع اللي معايا كتلة واحدة والحاجة التانية مش بيلزق في ايدي تمام اول حاجة زي ما احنا شايفين ببدأ ان انا قبل ايدي بالمية اللي هي بالصابون بحيث ان ايدي تكون معزولة عن السيليكون نفسه لان طبعا السيليكون ده جماعة غير السيليكون رابر في الشغل فلازم حضرتك بتعزله لانه مش بيبقى سايل هو بيبقى قطعة زي ما احنا شايفين كده بعد كده بتاخد قطعة قطعة وبتبدأ تضغط مهم جدا دي اه اهم حاجة في الشغل اللي احنا اه هنعمله ان انت تضغط بالراحة تمام ولكن اه ما تسيبش مكان الا وتضغط فيه بحيث ان انت تكبسه وتملأ بالسيليكون ده السيليكون طبعا يا جماعة بيكون معاك مارين وبيكون معاك مية مية يعني انت بتضغط بيتلاقيه اه بيملى معاك بسرعة وكله معاك تمام التمام بس انت تركز في الخطوات علشان مفيش حاجة تعديك باذن الله طبعا السيليكون ده جماعة شفاف عشان كده مش باين السمك اللي انا بعمله ولكن طبعا انت بتخلي السيليكون فوق الشكل بتاعك حوالي سنتي سنتي كويس جدا بيكون قوي طبعا ممكن تزود مفيش مشكلة لكن متقللش عن سنتي علشان القلب معاك يكون تمام التمام اه هو زي ما احنا شايفين طبعا فيه سيليكون يا جماعة بيكون لونه ابيض تمام مش بيكون شفاف بيكون لونه ابيض ممكن تجيبه برضو علشان يبان معاك اكتر في الشغل هو هو نفس المفعول ولكن طبعا ده نوع وده نوع تاني يعني ده شكله ده شكل تاني فيه سيليكون اللي هو الابيض وفيه الشفاف اللي انا شغلين بيه ده بعد كده جبت معايا قطعة من الفلين وابتديت ان انا اعزلها برضو بالصابون السايل واحدة واحدة بحيس ان هي ما تتزعش معايا في السيليكون وانا بزبطه ببدأ ان انا بضغط عليه كده بنفس الشكل علشان اسويه قدر المستطاع طبعا هو مستحيل ان هو يتساوى زي السيليكون الربر ولكن انا بسويه يعني قدر الامكان علشان في الاخر يبقى طالع معايا مزبوط وانا بشتغل به اهود بسم الله ما شاء الله بسيبه طبعا يرتاح براحته ويبقى كده القلب معايا جاهز بسيبه يوم كامل هو بالنسبة لي فكته بعد خمس ساعات بس حضرتك سيبه يوم كامل عشان تبقى في المضمون برضو لان انا اوقات بجازف علشان ببقى مستعجل عايز ان نزل الفيديو فالافضل ان انت تسيبه يوم كامل 12 ساعة حتى وبعد كده تبدأ ان انت تفكه طبعا بسم الله ما شاء الله بيتفك بسرعة انا عزلت كويس وكمان الفلين ده يا جماعة ممتاز جدا في الشغل ده وبيطلع معظمه سليم وبتقدر تستخدمه تاني لو هتعمل القلب تاني اهود الله ما صلى على النبي القلب روعة وناجح بنسبة مليون في المية زي ما هنشوف دلوقتي وطبعا هنشوف مع بعض النتيجة هو مش باين ولكن احنا النتيجة هنشوفها في المنتج نفسه اللي هيطلع من القلب اللي احنا عملناه القلب كده يا جماعة على وضع مش مكلفني حوالي 70 جنيه القلب اللي احنا شايفينه ده بالسيليكون اللي هو العادي اهود ببدأ بعد كده انضب بقى الزيادات وازبطه لو في حتة زيادة حتة عايزة تتروع عليها بازبطها وكله تمام التمام اهود الدنيا سهلة والموضوع بسيط وبحاول قدر مستطاع ان انا الملك الدنيا كلها باي رأس مال قليل بحيث ان انت تبدأ كمشروع يعني ممكن ربنا بازن المولى عز وجل يكرمك والموضوع يكبر معك وتعمل اولب كتير والموضوع يفتح معك ولكن هم حاجة اللي بنتكلم عليه على طول ان انت تكون شاطر في التسويق المهم بعد كده ما كانش عندي جبس استخدمت الاسمنت الابيض ومن عيوب طبعا الاسمنت الابيض انه بيغيب فترة طويل عبال ما يشد فالمهم ان انا حطيت بس علشان خاطر ازبط الهيكل او الشكل نفسه بتاع الالب علشان لما اعمله الحاضن الجبس اللي هحطه ما يضيقش اللي هو الشكل نفسه هنشوف دلوقتي كل حاجة عزلته برضو من بره عزل خفيف خالص وابتدت بعد كده ان انا استخدم معايا الجبس ممكن احط على الجبس ده يا جماعة شوية اسمنت ابيض تمام هيكون قوي جدا جدا اهو اتعملت طبعا الشكل اللي هو اللي بره ده كبير عن الالب حوالي صنط ونص برضو من الجناب الموضوع سهل جدا يا جماعة وزي ما قلت لكم اي سؤال سيب كومنت وانا تحت امركم واي حاجة انا معاكم في اي حاجة عايزينها تحت امركم اهو بصوا طبعا يا جماعة بسم الله ما شاء الله القلب ممتاز جدا وطلع معايا الحاضن زي القلب بالضبط الفكرة كلها نجحة وبسم الله ما شاء الله اللهم صلى على حضرة النبي ابتدت بعد كده انضف معايا الحاضن مهم جدا يا جماعة الحاضن ان انت تعمله لازم علشان تحافظ على القلب طبعا انا هنا يا جماعة الاسمنت الابيض لسه منشفش فطبعا باين القلب هوت لسه الاسمنت الابيض منشفش المهم بفراغه بنضفه بزبطه وبعد كده ببدأ ان انا اشتغل عليها اخدوا بالكم شايفين يا جماعة الجزء اللي تحت ده واخد نفس الشكل بتاع الارضية بتاعت القلب نفسه اهوت واخد نفس الشكل طيب انا عامل العلامة بتاعتنا دي ليه؟ العلامة الحامرة دي علشان خاطر ده الدليل بتاعي او العلامة بتاعتي اللي انا بشتغل عليها طبعا القلب هنا ليه اتجاه ليه؟ لان مش زي السيلكون رابر برضو لانه هو فيه حتة مش مزبوطة من تحت فطبعا زبطته بحيث ان انا بعارف الاتجاه بتاعه اشتغل عليها على طول اهوت شوفوا هنا يا جماعة هو ليه كده عدلية؟ يعني ليه عدلية؟ يعني ليه مكان يركب فيه مزبوط اهوت طبعا فيه هنا الحتة اللي احنا شايفينها دي هو القلب لما بحطه مزبوط بيبدأ ان هو يتعشق او يركب في المكان ده مزبوط يبقى 100 تعالوا بقى نجرب نركبه العكس شوفوا هتلاقيه اعمل ازاي؟ عشان تفهم بس وجهة نظري شوفوا بارز من هنا هون كده غلط تعالوا بقى نلفوه ونزبطوه على عدليته خدوا بالكم الحاجات البسيطة دي بتفرق كتير جدا جدا اه هنا بسم الله ما شاء الله مزبوط وعشرة على عشرة شوفوا مبيت هوت ومزبوط بالزبط مفوش الهوى تمام ببدأ بعد كده طبعا انا بستخدم يا جماعة لما باجي ان انا اشتغل في المنتجات دي بستخدم معايا اللي هو الجبس صافي او الجبس وبطعمه بالاسمنت الابيض يعني ايه بطعمه بالاسمنت الابيض يعني لو حط مثلا كباية من الجبس احط اقل اقل من ربع ربع الكباية احط نص الربع بتاع الكباية نفسه تمام بطعم بس بحيث انه يمسك معايا ويخليه اه ماسك كويس ولكن مش بزود الاسمنت الابيض ليه بقى جماعة علشان ما يتقلش المنتج نفسه ما يبقاش تقيل في التركيب وتقيل على الحيطة بعد كده بزبط الحتة اللي معايا دي حتة خشبة علشان دي هتكون موجودة معايا على طول عشان اساوي بيها الشكل زي ما هنشوفه دلوقتي اهود بعد ما شك شوية او نشف شوية ببدأ بعد كده ان انا اساويه اهود بساويه بحيث ان هو حتة الخشبة دي ببقى معايا على طول ازبط بيها الشكل ويبقى الشغل معايا كله مكتمل وكله تمام التمام طبعا مهم جدا ان انا بعد ما خلص ببدأ ان انا خربشه قبل ما ينشف خالص علشان لما اجي هلزقه في الحيطة او ركبه في الحيطة يمسك بسرعة ويبقى الخربشة دي ربط بين المنتج نفسه والحيطة علشان الاسمنت يمسك كويس او المادة او اي حاجة هلزق بها تيمسك كويس اهود باجي بعد كده اشوفوا يا جماعة الفتحتين اللي انا عملتون في الليجناب دولبوس ومسهلين للدنيا خالص بحيث ان انا ابدأ ان انا ارفع منهم افك القالب يطلع معايا مية مية وبدون اي مشاكل وبدون مؤثر على القالب او ان انا يعني ايه يدايقني وانا بفك المنتج نفسه اللهم صلى على النبي شايفين يا جماعة الشكل النهايي قمة الجمال حاجة بسم الله ما شاء الله روعة تبكال يا جماعة تبكال نفس التفاصيل مفهوش الهواء يعني واخد نفس التفاصيل بالزبط بسم الله ما شاء الله والموضوع بسيط ومش مكلف وكله تمام التمام اهود هنبدأ طبعا هنعمل الكمية يا جماعة وهقول لكم طبعا طريقة التركيب وطبعا يا جماعة طريقة التسويق اتكلمنا عنها كتير وان شاء الله باذن الله اي سؤال انا موجود معكم زي ما قلتلكم اهود رجعته تاني ابتدت بعد كده اعمل شكل تاني علشان هوريكم دلوقتي طريقة التلوين ازاي وطريقة الشغل التركيب ازاي اتمنى ان تتبع الفيديو للاخر ولو لسه حضرتك معي لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير وربنا جزيغ خير باذن الله اهود نفس الشكل بسم الله ما شاء الله طبعا القطع كلها بتظهر شكل واحد وشغل واحد ابتدت بعد كده استخدم معايا الوان جوتن وهي الوان نفس العلبة اللي انا باستخدمها انا باستخدم في الشغل ده الوان اللي هي الفينوماستك الوان دي ممتزة جدا جدا الوان راقية وبتمسك جامد وبتعمل طبعهم محترمه علشان خاطر ما تطلعش بعد كده ابتدت بعد كده اشتغل برضو بنفس الوان نفس نوعية tych الوان الفينوماستك اللي هي من شركة جوتن ممكن حضرين انتك تجيب من اي توكيل تاني او من اي شركة تانية انا مش بعمل اعلان للشركة ولكن اقول لكم على النوعية اللي انا شغال بها هوا بتبدأ بعد كده ان انت تلون الوان ممتازة جدا الوان راقية الالوان اللي هي الكمبيوتر عمتا بتكون الوان جميلة جدا ابتدت بعد كده اشتغل برضو بالذهبي ده الدهبي شركة ميدو ابتدت ان انا ابتن به اخد به العالي ممكن تجيب بقى الدهب اللي هو بتاع شركة جوتن انا ما جربتوش بس هجرب الفترة الجاية بازن الله يعني ان شاء الله الدنيا تثبت معي لانه هو غالي شوية الوان اطالي هي الدهب بتاعهم او الميتاليك بس بتكون الوان جميلة جدا هجيب ان شاء الله عبوة ونطبع لها شغلنا ابتدت بعد كده زي ما احنا شافين ده جماعة المصنع بتاعي وده الشغل بتاعي بيكون مكون من الالب والحاضن والمنتجات بتاعت اللي ببدأ ان انا اطلعها تعالوا نشوفوا طريقة التركيب ازاي وحطوا اللايك لو لسه ما اطلتوش اللايك وصلوا على حضرة النبي اهوة يا جماعة ببدأ ان انا اركب اه لو ع الديهانات بشتغل بمادة البوليسترين اللي احنا اتكلمنا عنها عبل كده كتير اللي هي بتتكون من البنزين واللي هو الفلين دي مادة البوليسترين يا جماعة اللي انا بشتغل وبركب به اهوة طيب انا بشتغل دلوقتي على الطوب الاحمر او على المحارة بشتغل باسمنط ابيض وعليه بودرة خليط من الاسمنط الابيض والبودرة وان شاء الله هعمل فيديو مخصص للموضوع ده بالكميات بكل حاجة بازن الله ولكن احنا عملنا قبل كده نفس الموضوع في برضو حجر فرعوني وركبناه بالاسمنط الابيض والبودرة وممكن تركبه بالاسمنط الاسود والبودرة علشان الاسمنط الابيض بيكون غالي برضو هنا هو تجماعة بركب شغل حجاري يعني بركب الشغل زي الطوب بالزبط زي ما كأني باب نطوب بركب طبعا النص فوق الواحد والواحد فوق النص بعكس بيطلع معايا بالشغل اللي احنا شايفينه ده ممكن اركب الحماد بس الشغل ده يا جماعة لما بيركب حجاري او البلاطة دي تحديدا لما بتركب حجاري بالشكل ده بتكون فيخمة جدا وجميلة وشكلها بيظهر اكتر طبعا يا جماعة الالوان اللي احنا شايفينها دي دي انا ملونها برضو اللي عايز الفيديو برضو يسيب له كومنتو وابعث له الفيديو تمام طريقة التلوين دي ممتازة جدا جدا واقرب من الطبيعية وتقدر تختار اللون اللي انت عايزه وممكن تعملها زي ما انا عامل كده كذا شكل طبعا الالوان دي يا جماعة بترجع على حسب العميل نفسه محتاج اي الوان وحضرتك بتقدر ان انت تختار الالوان بالطريقة اللي هو عايز الموضوع سهل جدا في موضوع اختيار الالوان اه الفكرة كلها ببساطة انت بتروح فرع زي فرع الجوتين او اي شركة بتقول انا عايز الكرتلة اللي عندك اقول الالوان بتصور الالوان بتعرض الالوان بعد كده مع المنتج بتاعك اه العميل بيقول لك انا عايز اللون الفلاني حضرتك بتكون مجهز اللون بتعمله الكمية بتاعته باللون بعد ما بتجيب الشكل او بعد ما بتجيب اللون نفسه من الشركة بتاعته الالوان والموضوع سهل جدا هو بيختار اللون انت بتجيب اللون من الشركة وبتلون به دي طريقة طريقة تاني ان انت بتعمل الوان على اديك فدي معاك ودي معاك والدنيا باذن الله ربنا يصلح الحال للكل وربنا يرزق الجميع يا رب في نهاية الفيديو انا بشكركم جدا جدا ومتنسوا الصلاة النبي وتدع الاخواتنا في فلسطين وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة